السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مجددا ان شاء الله اليوم سنرى معا كيفية عمل هذه الزهرة الجميلة بسم الله نبدأ أولا بوسط الزهرة سنبدأ بعقدة على الإبرة ثم نرتفع منها بستة سلاسل واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة ثم منزلقة في أول سلسلة حتى نحصل على حلقة الآن الدور الأول سنرتفع بثلاثة سلاسل كعمود بلفة ثم سنشتغل في نفس الحلقة ثلاثة وعشرون عمود بلفة واحد اثنان ثلاثة ثلاثة اربعة خمسة اثنان وعشرون ثلاثة ومع السلسلة اصبح لدي في هذا الدور اربعة وعشرون عمود بلفة نقفل هذا الدور بمنزلقة في السلسلة الثالثة التي بدأنا فيها هذا الدور نرتفع نرتفع بسلسلة ثم نقص الخيط الآن سنأتي بلون آخر وندخل الخيط الجديد في أي غرزة في هذا الدور نعقد الخيط ثم نرتفع منه بثلاثة سلاسل وهذا سيكون الدور الثاني نرتفع بثلاثة سلاسل كعمود بلفة ثم سنشتغل في نفس الغرزة أربعة أعمدة بلفة واحد اثنان ثلاثة أربعة هكذا الآن سنترك حلقة العمل وسندخل الإبرة في ثالث سلسلة بدأنا فيها هذه المجموعة هنا ثم نسحب فيها حلقة العمل هكذا وبهذه الطريقة حصلنا على أول غرزة فشار في هذا الدور الآن سنرتفع بسلسلتان ثم نترك الغرزة التالية ونشتغل في الغرزة التي تليها خمسة أعمدة بلفة واحد اثنان ثلاثة أربعة وخمسة هكذا والآن سنكرر نفس الطريقة السابقة سنترك حلقة العمل وندخل الإبرة في أول عمود بلفة هنا ثم نسحب منها حلقة العمل وهكذا سنحصل على غرزة الفشار الثانية والآن سنكرر نفس الطريقة السابقة سنرتفع بسلسلتان ثم نترك الغرزة التالية ونشتغل خمسة أعمدة بلفة في الغرزة التي تليها واحد اثنان ثلاثة أربعة وخمسة والآن سنكون غرزة الفشار نترك حلقة العمل وندخل الإبرة في أول عمود بلفة في هذه المجموعة ونسحب منها حلقة العمل هكذا ثم نكرر نكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور وسنحصل على اثنى عشرة غرزة فشار حسنا هكذا حصلنا على اثنى عشرة غرزة فشار في هذا الدور في نهاية هذا الدور سنرتفع بسلسلتان ثم نقفل بمنزلقة في أول سلسلة بدأنا في هذا الدور في السلسلة الثالثة نرتفع بالسلسلة ثم نقص الخيط الآن سنبدأ في عمل بتلات الزهرة سنأتي بلون آخر وندخل الخيط الجديد هنا في هذه السلسلة أو الفرغ المكون من السلسلتان بين غرزتان فشار سنسحب فيه الخيط الجديد ثم نعقد الخيط الآن الدور الثالث سنرتفع بثلاثة سلاس كعمود بلفه ثم في نفس الفراغ سنشتغل تسعة أعمدة بلفه واحد اثنان ثلاثة تسعة وعشرة ثم سنشتغل حشوة في الفراغ المكون من السلسلتان التالي ثم سننتقل مباشرة إلى الفراغ التالي ونشتغل فيه عشرة أعمدة بلفه واحد اثنان ثلاثة ثلاثة تسعة وعشرة هكذا والآن سنكرر سنشتغل حشوة في الفراغ التالي ثم ننتقل مباشرة إلى الفراغ الذي يليه ونشتغل فيه عشرة أعمدة بلفه بنفس الطريقة السابقة نكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور وسنحصل فيه على ستة بتلات حسنا وصلنا هكذا إلى نهاية الدور واشتغلنا حشوة في آخر فراغ سنقفل الدور بمنزلقة في السلسلة الثالثة التي بدأنا فيها هذا الدور نرتفع بسلسلة ثم نقص الخيط الآن سنبدأ بالدور الرابع والأخير سنضع إطار أو حدود حول هذه البتلات سنعود إلى نفس اللون الداكن حسنا سنبدأ أولا بعقدة على الإبرة ثم سنبدأ في أي بتلة ولكن في أول عمود بلفة في هذه البتلة سنشتغل هذه المرة في الغرزة الخلفية ونترك الأمامية وهذا سيكون الدور الرابع سنشتغل مباشرة منزلقة هكذا ثم نكرر سنشتغل فقط منزلقة في الغرزة الخلفية ونترك الأمامية بهذا الشكل سنشتغل فقط في الغرز الخلفية منزلقة ونترك الأمامية هذي آخر عمود في هذه البتلة بهذا الشكل والآن سنكمل سنترك غرزة الحشو هذه هنا سنعود الآن إلى أول دور هنا في هذا الغرزة التي تركناها سابقا بين غرزتها الفشار سنشتغل فيها غرزتها حشو بهذه الطريقة هذه أول غرزة حشو ثم في نفس الغرزة غرزة حشو ثانية بهذا الشكل ثم سنكرر نفس الطريقة السابقة منزلقة في الغرز الخلفية في البتلة التي تليها سنشتغل فقط في الغرز الخلفية ونترك الأمامية سنبقي لديها هنا عمود وآخر غرزة خلفية هكذا وآن سنشتغل غرزتها حشو هنا في الدور الأول في الغرزة التي تركناها سابقا بين غرزتها الفشار هنا الغرزة المتروكة سنشتغل فيها غرزتها حشو سندخل الإبرة هكذا سنشتغل غرزتها حشو في الغرزة المتروكة في الدور الأول نسحبها كذا الخيط قليلا ثم حشو ثم مرة أخرى في نفس الغرزة غرزة حشو ثانية نسحبها خيط هكذا بهذا الشكل ثم ننكرر نفس الطريقة السابقة حول جميع هذه البتلات حسنا وصلنا هكذا إلى نهاية الدور واشتغلنا هنا غرزتها حشو في الغرزة المتروكة في الدور الأول وسنقفل هذا الدور بمنزلقة في أول منزلقة بدأنا فيها هذا الدور نرتفع بسلسلة ثم نقصها الخيط وشكرا جزيلا لكم على المشاهدة وإن شاء الله يكون الفيديو أعجبكم واستفدتم منه وإلى لقاء آخر مع فيديو جديد وزهر أنيقة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة